زلم الناس قتال وافر كل همّة زلمة أي زول زول قدر المهمّة توج بالكفاح مشوار اللجاة واصبح بالنقمة خلف الصورة الزاهية رجال بنوا الخرطوم العاصمة طوبة طوبة مهندسون مقاولون وبناءون وعمال مونة كدح ومسترين وعرق الرجال يسيل ليبلّل مسامّا الأرض الطيبة لتنبت آلاف البنايات السامقة زكريا سوداني النشأة والعديمة والإسرار خرج من رحم المعاناة طفلا صغيرا تحمّل مسؤولية البيت والأسرة والإخوة الصغار أنا كنت مرفضي أنه أنا أقرأ ثاني أنا أقرأ أخواني وأعلمهم وأقيف مع والدي في تربيتهم والحياة كانت صعبة شوية الوالد برضو كان العمر متغدّم به كثير كان كبير في السن ومع ذلك كان يعمل مزارع عمل زكريا الطفل في كل شيء ليعين والده على تربية إخوته الصغار صناعة الحبال طلبة جرسون صب التجارة فالعمل هو قيمة تربوية ينشأ الناس على حبه وقناعتهم راسخة بأن من كد وجد قلت الصباح طبعا أمشي المدرسة بجي من المدرسة أطلع الملابسة المدرسة وقلت الشنطة وبطلع النخيل أقلع حاجة اسمها الإشميك الإشميك ده بيتمسر وبيتفتل حبال أقلع الإشميك في الفترة بتاعت الغيلولة بتاعت الوالد أخط الإشميك بتاعي ونتغدّى ونطلع نحش الزراعة على أساس أنه حش البش للبهاين خرج ذكرية اليافع إلى وسط السودان إلى عضبرة ومنها إلى شرقه في القضارف ثم عاد رجلا إلى الخرطوم ليمططي صهوة جواده الناجح في مجال البناء والمعمار لبل وفاة الوالد انتقلت إلى عضبرة مع خالي وكان مصير أنه أنا أواصل التعليم وأنا كنت مصير أنه أساعد الوالد في تربية الوسرة فعملت أول عمل عملت مع مقاول كان ماسك شغل للجيش واليوميات بتاعته كانت حداشة القرش وقدت القدح بتعلمونه في رأسك وتطلع به في السقالة وتمشي تقبل مونة للبناء في قهوة مشهورة في سوق عضبرة اسمها قهوة والدلبي قهوة والدلبي ليست اشتغلت فيها جيرسون لفترة بسيطة بتاع الثلاثة شهور منها خالنا دا أصر علي أنه أنا مشهد علم التجارة مع واحد صاحبه في القضارف اشتغلت أول شغل مع الحكومة تقريبا هيئة توفير المياه والتنمية الريفية عمال موقتين المبلغ لم يتوقع مبلغ محترم جدا ونزلت به الشمالية حل حلت كل المشاكل بتاعتني الأسرة يحتاج الناس للقدوة لمن يفتح مسالك العابرين إلى محطات الحياة العامرة لرجال آمنوا بأن النجاح يكمن في الصدق والتوكل على الله رب العالمين وزكريا اليافع حينها وجد من يضع خطواته على طريق الحياة الطويل طبعا يعني يا أخونا زكريا بعد العمر دا كله وجاء إلى الخرطوم يعني تعلم مهنة هذه المباني من عمه واجتهد إلى أن بقي مقاول كبير جدا جدا يشار إليه بالبنان يعني عمنا دا ما قرأ لكن اشتغل في المقاولات دي أول حاجة بنيان بنيان العمل الآن ظاهر الساعة الموجودة في أم درمان في المحلية البنيان لبانيه بيده بانيه بيده باني عمارة لمحمد حسين في سوق أم درمان وأعماره مشهورة وكبيرة وأعماره بانيه عشنو بيده تعتمد المشروعات الخدمية عموما ومشروعات البناء والمعمار على الصدق والإخلاص والأمانة لأنها تتحمل مسؤولية حياة الناس وسلامة الأرواح مهنة عظيمة جدا ومهنة يعني حساسة كمان في نفس الوقت ومهنة بترتبط بالأمانة وبالصدق إذا أنت أخلصت فيها يبتديك أنت بتمشي لقدام إذا أنت أهملت واشتغلت شغل أي كلام ما بتمشي معك طلاغا ما بتمشي معك ولا بتجابه عنده أوجه كثير العمل بتاع المقاولات في نوع منه بيجي الزول يعني صاحب الزول الدائر يشتغل بيقول لنا أنا بمسك منك كومبوليت بسلمك البيت ده جاهز تسليم مفتاح هنا بتصهر الأمانة وبتصهر الصدق في ناس بيقوموا يزاولك ويحاول أجيب الحياة الرخيصة على أساس أنه يستفيد أكبر مبلغ وفي ناس بيشتغلوا بالأصول الصحيحة يشتغلنا نحن كأشغال العسكري أعماله مباشرة وبيمقاول هو كان المقاول والناس كلها كانت راضية عنه الغالة لما يشأ في الشغل وطرقوه بالخير أما على المستوى الشخصي بعد ما نزلت معاش الحمد لله اتفاهمت وعن فيه نمسك ليه الشغل هنا في العمارة ونحن قاعدين في هذه الحمد لله وما وجدته منه للخير لأنه يعني غير أخلاقياته الزلداء إمكانياته ذاته بالساعة فيه أنه يجب شغل من ناحية فنية من ناحية من ناحية مالية أنا أعلم أنه يمكن عنده عدة يعني ما شاء الله يعني ممكن نمسك أكثر من عمارة في وقت واحد أما بالنسبة للهندسة ومجال الهندسة يعني أنا بالجد أعلمني فيها حيات كثيرة جدا جدا يعني من ضمن الحياة التي أنا أعلمتها منه أنه أنت لاجم تجي أول زور في العمل تصبغ العمار عشان تقدر تعرف الجبنو والما جبنو تطلع آخر زور من العمل تعرف إن قفلت عملك لميت عدتك لميت موادك الحياة الصارتة في المواد في الشغول كده يعني فا يعني لو لاه ما كنت يعني إنه أنا أسكن في بناية وما أنا أكون ريلاكس يعني الحاجة الثانية ما أصرف قروش أكثر من اللازم يعني لو ما المقاول كان قلبه عليك يعني ممكن أنت تصرف قروش أو تصرف في مواد الناس ما محتاجة لها ودي زي ما قلت لك أنا نلقيت عن حاجة ذكر يعني نفذ الزول زكري عشرات المشروعات الخدمية والمنازل ومباني المؤسسات العامة عبر بكل التقلبات والتحولات السودانية ليجلس اليوم ممسكا بكتاب إنجازه بكل فخر وإعزاز وهو يتصفح أوراق عطائه العظيم مثلا تشهد المقاول زكري أحمد عثمان قام بالمشاريع التالية هنقر طيران شرطة مطار الخرطوم ستون دكان اتحاد عام الفلوسية أربع منازل بالكلية الحربية مستشفى مدرعات الشجرة خمسة منازل سلاح الزخيرة اثنين مدرسة ثانبية القراصة مخازن شركة النصر والإسكان والتشهيد المحدودة دي النفادي مشروع أوتاد السكني واشتغلنا فيه لا يقل عن 14 فيلا كل فيلا بتختلف من التانية اكتر حاجة انا عجباني في حاج زكريا جددت في الشغل يعني ما ممكن مثلا انت تجلي موغعك انت هنا تلقي برشغل او ما فيش او تلقي زول ثاني اسند له الشغل بخلافه فدي انت بتخليك مطمئن من شغلة ده واقف عليه زول زو خلق وزول امين يعني بيقول لي صاحب العمل انت تجيب المواد لكن بمعرفتي انا انت تجيب المواد لكن بمعرفتي انا بسوقك انا معاي ومش السوق نختار الاسمنت نختار الحديث سوا تكفع انت قلو شب اما بالنسبة لمصنعيتي انا انا بشتغلك مصنعيات التفاصيل الممنة الكثيرة في الشغلة انت بتطلع كل بنت بسعره بعدين بتجي تقول له يا اخي المغازة يكون عندك مهندس يعمل معاي انا صاحب الانجاز المغازات يوريك ان احنا اشتغلنا مثلا كمتر في الابيام فذلك الفاتورة تطلع بازن منه بازن المهندس المشرف من قبل صاحب البيت يعني انا صاحب عمل ما جاب لي مهندس مشرف من قبله ما بمسق عمله في حكايته عن سنوات العمر الطويل لم يحدثنا العمل المحترم زكريا عن المال ولا عن كسبه في مشروعات البناء ولكنه كان يتباهى باستثماره في مستقبل الحياة كلها حدثنا فقط عن ابنائه عن ان اكثر المشروعات نجاحا هو ان تجعل من الابناء قيمة اجتماعية ونجاحا اكاديميا في كافة المجالات جنيت السمراء بتاع التعب والكفاح بتاعي من خلال اولادي الحمد لله رب العالمين يعني عندي ثلاثة مهندسين وعندي ثلاثة دكتورات بشريات السبب الوحيد في ان انا في الكلية والحد الان ومستمر في الطب هو ابوي الوحيد الوحيد اللي كان بشجعني في الوقت انما اخدوا نيشن دي كل الناس بصبتوني وما تمشي بعيد والطب صنين وطويل والوحيد اللي كان بشجعني وانو واثق فيني وانا حدر على الحاجة دي والحمد لله لحد الان انا من دمت مبسوطي جدا انو ان حققت له رقبته في انو واحدة بين بناته قرى الطب سنة دي الاول والاخير ابن مسالي بكله مهما قدت بحقه ما حقدر اوفيه ما قسر في تربيتنا نهاي انا بالذات من دون اخواني ما حصل قال لي لا حتى لو الحاجة يعني هو موافق علي بقول يشوف نفسك يعني موافق الحاجة دي او لا الحاجة صح ولا لا فالحاجة دي كما تديني ثقة كبيرة بنفسي ذات الثقة تبني بنفسي وفي انك اتخذ غراراتي صح ربنا يدمت الله علينا ويخلي علينا ويحفظ علينا ما قصر معانا نهاي ربنا يطول في حياتي ان شاء الله يا رب الحمد لله رب العالمين يعني انا ما عملت قرش لكن بنيت رجال بنيت رجال بجد والحمد لله كلهم الان ناجحين في حياتهم فيهم واحد طلع دخش تيارة عملت له مغلق بدت له بمغلق وهو عماد هو غر كلية الطيران قال لي لما ما بعرف اشتغل تيارة اي زول ما بعرف لكن الناس دي كلها بعدما طلعت من بطول امهاتها حتى تعلمت عرف انه كيف يجيب وضعته وكيف يبيع وكيف يشتري وبعد ستة شهور قال لي الله يا بوي انا خلاص والله طبعا الوالد يعني ربنا يدي الصحة والعافية اول حاجة طبعا ربانا واحسن التربية وكافح من ألنا كتير يعني والحمد لله والحمد لله نحن يعني عيشنا في وسط عيشة هنية وعيشة كانت وهو تعب من ألنا كتير وما قصر في حقنا خالص ربنا يديه الصحة والعافية وطويل لنا في عمره الولد التاني فواز بدأ معي المزار بتاعة العمل ومشى معاي كتير فيه وعلموا كله زي ما أنا تعلمته السبب المزار العملي قبل الدراسة الوالد ربنا الدول العافية وصحة يعني يعلمنا أسنا العلم وربانا أسنا التربية يعني كنا في الإجازات زمن في الابتداء وكذا وفي السنوية في الإجازة ما قلنا نغوث البيض يعني كان بسوقنا معه العمل يعني يعلمنا المزولية من نحن صغار شديد يعني الوحل لازم مزئول ويحتمج على نفسه عندي طبيبة اسمها هبة دي أخصائية بتاعة علاج طبيعي عندي وحدة الساعة في جامعة شندي لسا ما تخرجت بتقرأ كل جامعة شندي وتغريبا في السمستر الخامس باقي لها عام واحد للتخرج بتاعه عندي البتر كبيرة قائدة أكبر أول وحدة دي أنا طلحتها من السانوي العالي وزوجت وطوالي زوجها ساقة ودها كندا ومن هناك ورضو الطموحات الشافت في نانا ابتدت هي تقرأ تقرأ في كندا لحد ما خشت الطب لحد ما تخرجت الطبيبة تزهير وتثمر عيون غيرك في كل التجارب السودانية الناجحة التي وثقناها في برنامج نازول سوداني نجد أن أهم مسببات نجاح الزول السوداني هو رضا الوالدين ودعواتهم الصادقة وزكريا يعرف قيم البر والوفاء والإخلاص والتي موجودة على غير الحياة طال الله عمرها موجودة وربتهم وربت معايا الأولاد وربت معايا البنات ويعرفوها حق المعرفة وما يأخذ أسبوع إلا جوا وسلم عليها وجابوا لها الهدايا وكذا أجمل ما في الحياة أجمل ما في الحياة وربك أثرا طيبا أثرا طيبا أثرا ماديا ليظل معدامة الحياة واقفا بعزة وشموخ لتمر بجواره يوما وتشير لابنك أو لحفيدك أو لنفسك لتذكرها بسنوات مضت من العمر في دروب العمل الصادق بنى فيها الإنسان ذاته وترك أثرا في ملامح الوطن الكبير إلى ما أكثر من مئة عام لو كان عمل مطقا ما بيحتاج لأي حاجة في عمارة أنا هنا اشتغلتها في حلة حمد لواحد اسمه دكتور علي محمد إبراهيم اشتغلتها له في السبعين في الثمانينات ستة وتمانين خمسة وتمانين سبعة وتمانين ثلاثة سنوات كان فيها مهندس اسمه الفاضي الآدم مهاجر وإن شاء الله نحور لكم عامل شوفوه كأنما العمل دائد عمل اليوم ومن ذاك التاريخ لحد هذه اللحظة ما حصلت ولا صيانة في البيت ألا أنا اشتغلت ودائد دل على شيء بدل على إدغاني في العمل والحمد لله رب العالمين يعني كثيرين أنا بشتغل لهم هم بيجيبوا لي الزباين يقول لك يا أخي لو عندك شغل ما تودي لأي مقاولة تانية أديه لزكري هذا الرجل يعني رجل شهدت ليه هذه الدنيا بالعراق والحراق والاجتهاد رجل بدأ يعني بنى نفسه بنفسه يعيش العم زكرية أحمد عثمان محمد صالح يعيش الآن بحلة حمد بمدينة بحري يعيش ممتنا لسنوات الحياة الطويلة لا شيء غير المسجد والأسرة والأبناء والحلم السوداني الصادق بأن الغد طيب ومشرق بإذن الله البيت والعمل والصلاة بني على الثلاثة أشياء دي أهم حاجة من أهم الأشياء بتعطيه ثلاثة حاجات الواظب عليها وما في حاجة أبدا بتخلنانا غيرها وما عندي يعني زي الناس مثلا أصحاب وكذا عندي بس عمل 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 جيت من العمل جيت البيت عبادتي ما عندي خلاف كذا شكرا لك جزيل إلى هديت نقيمة ووريت الشباب كمرات العزيمة كيف الظلبي يوصل بالروح الهميمة قبل الخطوة فكرة وبعد الخطوة بكرة نجاحات مستديمة